موسيقى او انت بعيد عن المشرف او كده تقول لك اخطأ ادخلوا ايه جوجل ميت يعني البعض ما يعرف انا شفتها حتى تديسين عندنا مثلا ويصير الاجتماع يعني شوية يزعجنا بالشون التحت كاميرا شون يشد الكاميرا شون يشتغل شوية بيزعاجات فاول شيء راح نتعلم اليوم ان شاء الله هو الايميل ونركز على الايميل الرسمي نركز على الايميل الرسمي يعني بس ننتظروا الطلاب بيكملون ان شاء الله اليوم راح نصدر امر جامعي بالطلاب اللي اللي انقبله وهسه اللي يعني بالحاية التوسيع عمال بارحة وخلص نشطب حتى ناخد الاعداد النهائية وراح نسوي لكم كل واحد ايميل هذا الايميل الانتداد ما لا ينتهي ب مو جيميل ولا او ياهو ولا او ولا انتهي باوت اوت 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 يو او امبار دوت اي دي يو دوت اي كيو اوكي اذا هو انتهي امتدادة بيش بايميل الجامعة امتدادة بايميل الجامعة ماذا او فضلت الايميل ليش انا اخذ ايميل منتا اتابع الى ماذا نحن دائما نركز على ايميل الجامعي كيف نلح علي الايميل الجامعي الايميل الجامعي بمثابة اي دي اليك بهوية اليك ماذا؟ دائماً نحن نجعل الإيميل الياهو أو إيميل الجيميل أو أطلق أو أي واحد من ذلك الإيميلات نجد هذا الإيميل هو عبارة عن إيميل يمكن أن أسوي به أكثر من إيميل يعني مثلاً يمكن أن أسوي به عشرة إيميلات الجيميل أستطيع أن أسوي به عشرين إيميل هذا الإيميل بنفس الوقت أستطيع أن أسوي شخصية مزورة أو غير حقيقية وأبدأ أراسل بي مؤسسات أو أحتال بي على بعض المؤسسات لذلك نحن بدراستنا خلال هذه السنة بالماجستير خلوا ببالكم لا نعول كثيراً على إيميل يجينا من مؤسسة نهاية جيميل أو نهاية ياهو فاصل رح يصيرتكم بمسألة النشر العلمي إن شاء الله يتكمل التجربة بخير وسلامة رح تجيك يعني شون هنسميها لازم تنشر بحيث أو لازم تدخل على سكوباس أو لازم تدخل على فأي إيميل يجيك من مؤسسة يعني هنسميها غير رسمية من تشوف الإيميل منتهي بجيميل أو ياهو حاول لا تدخل عليها زايد حاول تتجاهلة أو حاول يعني مثل تنطيل أولوية اللي عندك أنت لماذا تنطيل أولوية لأن هذا الإيميل يعتبر لربما لربما يعني مايبي يكون تكون فيك لذلك من تجي على المجلات تكون فيك جورنالز أو المؤسسات تكون فيك جورنالز أو دودور النشر تكون فيك من تجي عليها لم تلقاعدها إيميل رسمي لماذا لم تلقاعدها إيميل رسمي؟ لأن لا يوجد جهة رسمية محتمتتها نحن الجامعة الأنبار العراق محتمتها من قبل وزارة الاتصالات ومن طيطنا أط يو أمبار اللي تتروح على جامعة اسليمانية يو في سي أل تروح على جامعة القادسية كي كذا كله ينتهي بـ edu.iq هذا أشيء اسمه الفورمان رسمي لذلك أنت من ترسل بإيميل الجامعة يختلف عن ما ترسل بالإيميل الرسمي سوف تقولي دكتور ما هو الاختلاف بينهم؟ يعني كتركيب ما هو؟ لا يوجد أي اختلاف إيميل الجامعة مضيوف على جي سويت مع جوجل فلا يوجد أي اختلاف أنت من تفتح إيميل الجامعة كأنك فاتح جوجل أي اختلاف لا يوجد كل تقنيات جوجل موجودة عندك كل احتياجاتك لجوجل موجودة عندك وهذا ربما أكثر من جوجل ليش؟ لأنه كونده رسمي وكونده معتمد فجوجل تعرف هاي مؤسسة علمية في منطقتنا خيارات أكثر يعني خيارات شنو أكثر؟ يعني بالتحميل مثلا اليميل الجيميل العادي عددك 15 ميجا اوكي بعنا قد تحمل فوقها كل شي بس اليميل الجامعي أنا حملت عليه مية واثنى عشقا وبعدها مفتوح مية واثنى عشقا وبعدها مفتوح إذن شنو إذن انفينيتي مالت لتحميل من الراسلتكشون قلت للماني مية الجامعي هل قد حملت أيا قالوا ما عندنا مشكلة مفتوح لكم زاد ما تريدون كونكم مؤسسة تعليمية إذن ان اليوم أخياري بوانا اليميل اللي يجينا أو من الريض الراسل على أي مؤسسة علمية يعني إن شاء الله ستكمل هالكورس ستكمل الكورس الثاني راح تجيب تتفيد تشتغل تحتاج تحتاج تسم أنزيمز تحتاج ثم هرمون تحتاج أي شيء يعني أنزيم هرمون ومثبت نمو محفز نمو أي شيء تحتاج ستبدأ ترسل مؤسسات يعني كن حذر لا ترسل في إيميل والجيميل لا يردون لك بالضبط بالضبط لماذا لا يردون لك؟ لأن يخافون لا يردون لك يقول لك هذا من يقول صحيح تلقى مرة مرتين أنت تتواصل إياهم إذا لم تتبزئهم لا يردون لك بس إيميل الجامعي رأسي نرد لك لو يقول لك أساعدك لو يقول لك ما ساعدك لماذا أنت شخص معرف إليه يعني ليس شخص غريب عنه أو شخص لا أنت تدخل صرت معرف هنا فرح نبدأ أسابه الإيميل هذا إيميل أنا عندي إيميل رسمي طبعا هذا الإيميل هو إيميل إحنا شون نقول لوحدة نعم طفل طفل أبوة بس حول الإنفو قاية تخليهم حسنا حسنا لو بس واحد دعني أرى الصورة حسنا 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 حول اللي ما يشوف دعني يحول هنا هنا كنت أقول هنا أبعد كيف إن شاء الله يمكننا أن تناقش هذا الإيميل عندنا هذا الإيميل يعني أستخدمه بإدارة المجلات العلمية يعني كمؤسسة علمية عند الإيميل خاص بي اللي هو sgu.unbar.com شوف أنا ما أفتح الإيميل أنا هس هذا الإيميل رسمي إيميل الجامعة من أجي على هنا هاي الصفحة ألاقي شعار جامعات الأنبار تمام؟ ألاقي بصفة شعار المؤسسة العلمية اللي أنا أستخدمها هذا لو كان إيميالك راح تطلع صورتك وراح تطلع الشعار الجامعة حسنا مشتقلة إن شاء الله مش عندك إيميل هتطلع صورتك وتطلع شعار الجامعة وصفة إذاً أنت هذا يثبت إنك شنو إنك عندك إيميل رسمي الإيميل مثل ما تعرفوا حضراتكم في المشتخدين الإيميل سابقاً من المراسل أوكي مؤموم بعد يعني خلني قولنا يعني الأغلبية لو قليل بتعدي لكم شوية ناخد النسبة يعني نسبة قليلة أوكي ماشي الإيميل هو يعني شون نظام إرسال رسالة ذكروا نقبلها من نكتب رسالة نكتب رسالة ضرقة عادية ونرسلها بالبريد بالبريد العادي هذا الشيء تحول إلى الكتروني شون صار عندك قبل عندك صندوق بريد من فتح صندوق بريد صاد بائس منه أركض رقمه تحط لي رسالة ورجبوا البريد يأخذه الشيء اللي يودين للمؤسسة لين تدعسل رسالة أسأل مسألة لا صندوق البريد هو صار أط يو أنبار هو صار الإيميل الرسمي أو ضعيد الكتروني الرسمي يعني مو بريد عادي وإنما ضعيد الكتروني هذا البريد راح ألقي بي الامبوكس اللي شنية مكان اللي تصل لك علي الرسائل يعني اليوم أنا أرأس لك مثلا أكتب إيميل لك مؤمون راح أرسل المؤمون مؤمون تجي الرسالة وين راح يلقيها؟ راح يلقيها في شيء اسمه امبوكس أوكي يسمو الإيميل الوارد إذا ما يعني خابتوا سألكم عربي أو يعني البريد الوارد أو الإيميل الوارد أو الامبوكس واضحة الفكرة فهذا الامبوكس نجي عليه مثلا عندي هنا خلق أشوفكم رسالة يعني من مؤسسة مثلا هنا أنا شخص مراسني راح أفتح هذا الإيميل أنا شألقي إيميل جايني من أمبار مدسسن جورنال مجالة الأمبار الطبية جايني منها إيميل يقول لي مثلا أنا أكتب الشيء مكتوب بابلونس أوكي أوكي هذا الإيميل وصلني من مؤسسة إن شاء الله نحن أخذها مستقبلا هي بابلونس يعني الباحث العلمي تفيدكم مستقبلا هذا الإشي يقول لي بابلونس 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 إيميل لنفس الشخص الرسلني أرجع إيميل لنفس الشخص اللي رسلني أوكي من أضغط على بابلونس بابلونس اللي رسلني انهم دائما خذكم كذات بابلونس دائما خذكم كذات علي فيتفاعلوا إيا الرسلني الروبونس نفسه ماشي؟ نرجع على اللي اللي يعاز الثاني اللي هو فورورد 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 أنا نوبات مثلاً ما أفتهم الرسالة الجتني أو أنا نوبات ما لي قدرة أن أجاب على هاي الرسالة مثلاً رسلت مؤسسة والمؤسسة أنا لا أرسليك يقول لك أنت حاول أن تتصل بمشرفك أو تعلم مشرفك أو تتصل بمؤسستك حتى نحن نقدر نساعدك فأني هالرسالة مثلاً سيد محمد موجود هو جداً رسالة رسالة محمد يطلب أن يحول هاي الرسالة اللي حتى أنا أقراها حتى أقول له شنو يجاوب وشي سوي سيد محمد؟ هو ما ينسخ الرسالة أو يأخذ لها صورة أو شون يعني يسحبها أو لا تسوي يسوي عبارة فورورد فورورد عادة إرسال بس ليس للشخص اللي أرسلك إلى شخص جديد عادة توجيه إلى شخص جديد يعني شو الشخص جديد؟ يعني قلت لي من بابلونز للسادة محمد؟ السادة محمد يحولها المؤمون مؤمونة يحولها إليها ماذا ننطي؟ ننطي فورورد يعني أريد يحولها إليها يعني مؤاني لي أرسلتها وإنما تحول إليها فش ننطي فورورد ننطي فورورد أول ما أقول لك ألمني مثل تكتب سلوان وترسلها إليها إذن هذه أول فقرة عيد لو واضحة تمام؟ أنا ستنجل إن شاء الله محاضرة هيم يوتيوب ولكن الأفضل أن تنتبه إليها هذه أول فقرة إذا نحن منتجينا رسالة ونجد الرسائل موجودة في الامبوكس تمام عيني؟ أنا ريت ترسل رسالة أنا جيت لقيت فتحت أو أي ويبس ولقيت بي شخص يقول لك ترسل لي حاط له إيميل أنا أريد أن أرسل لي رسالة ماذا أرسل للرسالة؟ حسنا نروح على عبارة اسمها شنو؟ رسال إليها بالعربي أو كومبوس بالإنجليزي نرى علامة الزائد موجودة قدامها يعني أضف رسالة واضحة الفكرة أو كتابة جديدة أو رسالة جديدة حسب صفح مالك كما يطلع عندك أو كومبوس أو شوف كما يطلع عندك إذن هذي مننا أضيف رسالة جديدة ونروح أضغط لا يطلع لي لا يطلع لي لا يطلع لي عنوان الرسالة مثلا تو أرسلها أرسلها مثلا سبجيكت نيد سمد سمد موضوع أنت تختار كتابته أنت تختار كتابته مثلا تختارها خلتلكم عربي خاف يعني تحتاج بعض تختار كتابة تختار كتابة تنزل على بالتاب أو بالموضوع تنزل تكتب لي شيء ما تريده حسنا مثلا السلام عليكم أني الطالب كده 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 ما يجول في خاطرك شنو في بالك تكتب لي أي شيء تكتب لي يعني ما عندك مشكلة تكتب رسالة أي شيء أني الطالب مثلا مامون مامون علي أوده أن تسألك بعض الأسئلة وإلى آخر ماشي هذا كتبنا رسالة هذه الرسالة تشوفها كتابة الخط ناعم أحد يشوف الخط خط خط كلش ناعم اللون ما يعجبني إضافة إلى شنو إضافة إلى أني عندي ملف أريد أحمله أقول هذا الخطوة ملف أريد أحمله أحمله ألمن أحمله ألمن أحمله ألي أرسله ماذا أحمل الملف من هنا سنجد عليهم واحدة واحدة أول شيء كلمة حرف الأي هذا اللي جوا أحمله ألي نضغط عليه راح ينطيني راح ينطيني هاي المسطرة هذه المسطرة شنو بيها كأنما أول يعني أو راح ينطيني من أجي أبلل من أبلل هذه راح يغير لي نوع الخط راح ينطيني حجم الخط جدا كبير جدا راح ينطيني بولت راح ينطيني مائل ينطيني تحت خط ينطيني ألوان الخط شون أريدها أوكي ينطيني توسيط أو تقديم أو إلى ما أشبه ذلك ينطيني أرقام تشوف أنت كيف تنسق رسالتك هذا تبقى يمك نفس الورد أنت كيف تختار رسالتك تترسلها مثلا أرسلت الواحد مثلا تعتقد أنه ما يشوف أو نظرة قليل ترسله رسالة خط شبير مثلا تعرف أنه لا يقرأ الإيميل لا يقرأ الإيميل تكتب لي خط شبير بالبداية مثلا هنا أرسل يعني مشرف يعني لم يشرفه سأقول مساعدني بالدكتورة بجامعة مريلاند في أمريكيا فمن أكتب له أول ما أكتب له أول ما أكتب له عنوان مثلا أول ما أنزل أقول له تبريها الكبر أكبر منها يسوي لماذا؟ هو يضحك لا يهتم هذا نوع من الانتباه أنت بتكتب فقرة كبيرة بالبداية جيد حسنا دعنا نرجع أنا على خط واضح جيد هيا خلصنا من حرف الأي نجي على هذي شوان الدنبوس نضغط علي شي جاي لك بالعبارة جاي لك قال لك إنتبه إنتبه هذا الفايل يقدر يحمل لك إلى 25 ميلا 25 جيال أعتقد أو أكثر شوي يحمل لك يا هند ما عنده مشكلة فمنتبه غط علي راي نقول لك أين إلى ملفات المخزونة بالحاسبة مالتك ملفات المخزونة بالحاسبة مالتك إنت مثلا وين خازنها في أي مكان حاسبتك وين خازن بها مثلا نقول خازن هناك هذا النلف أنت تحتاجه تضغط عليه تضلل وما تنطي تنطي بدا يحمل إلى أن وصل مرحلة من التحميل نعم أكيد نفس الحاسبة ولكن نصيحة لكم كطلاب دراسات المبايل يربك بالعمل المبايل يربك بالإدعاجات بالغسالة بالنسخ باللسق يربك فنعمل على الحاسبة أو أفضل ولا تنطي حاسبة مناسبة لكي طالب لا تتكتب لا تنطيب لا تنطيب لا تنطيب حاسبة شيء ضروري لكي طالب دراسات يجب لا تنطيب حاسبة الآن نحن نفتهمها الملف أستطيع أن أحمل ملف ثاني أكيد أستطيع أن أحمل ملف ثاني وثالث ورابع إلى أن أصل إلى مرحلة كيف نحن نقول نسميها؟ دعم؟ ما فهم أنه أنت أنت دائما أنت 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 إذا أرسل رسالة بس نص أنا لا أفتهم شرائد من رسالتك تطلع لي الناون تطلع لي الناون فدعما نرسل رسالة كاملة العنوان الإيميل إذا الإيميل بأدنى خطأ سترجع لك مثلا نهاية edu iq ما تصال لك انتبه على الإيميل إذا الإيميل مثلا سلوان سلوان سلا لا تصال الرسالة سترجع لها يرفضها يقول لك لا يوجد إيميل لأن هذا الإيميل متصل بشركة عالمية أي إيميل ينشئ يتصل بشركة عالمية فإذا ليس الإيميل صحيح الرسالة متصلة نحن نلاحظ بعض الباحثين أو بعض الطلاب يجهز بإيميل يجهز بإيميل يجهز بإيميل يعني يخطأ يقدم حرف على حرف يقدم فقرة على فقرة وراء القط لا يكتب الياهو صحيح لا يكتب الـ ما يصلك الإيميل ولا يستطيع راسلك لا يجب أن نكون حذرين ندخل الإيميل يجب أن نكون حذرين قبل هذه الخطوة أعتقد فاتتني الخطوة كيف نفتح الإيميل الجامعي أو الإيميل الاعتيادي يعرفون أو لا تعرفون لا تنهى الفقرة أنا أخذها الإيميل دائماً سواء كان ياهو سواء كان ياهو أو سواء كان جيميل أو سواء كان إيميل جامعة أو سواء كان Outlook أو سواء كان Hotmail الإيميل دائماً من نفتحها نفتح الموقع الذي تبع على الإيميل لنفتح الموقع الذي تبع على الإيميل Hotmail نفتح موقع Shotmail Outlook نفتح موقع Outlook Gmail نفتح موقع Gmail Google In Yahoo نme jeff كنا سنعملり على إيميل والجيميل ولنفتح الموقع الجامعي يوجد موقع الجامعي يضاف على جيميل في نفس الجيميل عندما آخر لنس Его افتح gmail.com افتح هذا الجيميل خلي اساوي خروج من المعلكة حتى نطلع من جديد جميع السعبات شو يتضوج هاي المسألة واسم يخالف قلنا هذا اول شيء تحميل ملف نرجع عليه ملف اللي يعجبنا نختاره نحمله الآن اقدر احمل اكثر من ملف اقدر احمل لعشرين او ثلاثين ملف ما عندي مشكلة حسب تحمل بس انا من احتاج اكثر من ملف ملفين ثلاثة بالزايد دعم انا اعلمكم انشاء اللي نسوي مضغوط وملفاتهم لمستقبلا اذا عندي فدنيت ملف اطلطني بملف واحد واجزينهم ما عندي مشكلة بس بكتاع عليهم اولي زين هذا اسمه يلا عدنا اعرفه كل اتنا يعني حسب انت يعني ذوق رسالتك هذه الفقرة اللي نجي نشوفها اللي هي اسمها انسيارت لينك انسيارت لينك يعني شو انسيارت لينك انسيارت لينك انسيارت لينك احد ادرجه وليش ادرجه دعم مثلا انا جيت احتي مثلا قلت السلام عليكم استهنانة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم مثلا اه اني طالب في جامعة الأنبر بسيارت لينك ولم تنظر انتبو عليها شوية ضرورية هذه جامعة الأنبر من جيدة ضللتها انت مقصد الوحد يقول لين انا طالب جامعة الأنبر او ام ستتودينت او انبار أول ما رح يقرأ الشخص شيني الأنبار مو كل العالم ومو كل الأشخاص أو مو كل الناس تعرف جامعتك حتى وإن كانت مؤسستك جامعتك جامعة على صينة أو عريقة أو أنا شبه ذلك أو أنا من إراك في الناس ما تعرف العراق أو أنا من أنبار في الناس ما تعرف الأنبار أنا مراسل واحد قال لأني عراق مين في العراق بشأن تسترعلي بشأن عراق شيني عراق شنو قاعد تحكي شيني السالفة فإذن أنا من أريد أريد أثبت صحة كلامي شلون أو أريد أسهل على القارئ رسالتي شلون أجي شنو موقع الجامعة يو أو يو أو أنبار هذا موقع الجامعة لا عندي من شايفة منكم موقع الجامعة من المصطفحان قليل جداً أعتقد هذا موقع الجامعة تمام جيد إذا رسالتك كانت عربي فتبقى بالعربي الموقع ما عندك مشكلة أما رسالتك إنجريزي مجرد تقطع الحرف E حرف E هذا حرف E تقطع عليه تصير اللغة ما عندك إنجليزي تصير اللغة إنجليزية حول الموقع إلى اللغة الإنجليزية جيد ما تفعله بي ديكتور أنا تفعله أجي أخذ هذا اللغة أخذت هذا اللغة هذا اللغة ما تفعله بي أخذ كوبي تقليل أمين كوبي أو كونترل أس كوبي أروح أين أروح على رسالتي أنا تكاتب جامعة الأنبار أروح على اللغة أضغط على اللغة أنت لسق إلما من الموقع اللي أنا اللي نسخته وين أنسخه أنسخه بهاي الويب أوف أدرس ويب أدرس تمام بعدين شو سوي أنطي أوكي شنو صار لهم جامعة الأنبار دوها خط وأزرق تقبل أزرق من ترسلها بس أضغط عليها double click يفتح لي موقع الجامعة صار رابط بالضبور تلايقين لو أعيد لو ما يحتاج أعيد أوكي أنا اليوم عندي هذه الجامعة جامعة الأنبار أنا دفبت أنه هوني طالب في جامعة الأنبار لمن أجل أكتب أني الطالب في جامعة الأنبار أنا حتى أسهل للقارئ أسهل لأني مرسله أعلم مني الأنبار مني الجامعة طبعا بالمناسبة لو أنشئت لكم صفحة بالجامعة مثلا كل وحد لها صفحة لكل طالب يفترض مخترح كل طالب تنشئ لها صفحة لأننا تدريسين لدينا صفحة بالموقع مثلا من تكتب مثلا هنا بهادر بحث تكتب سلوان اسمي ستطلع عليك صفحة خاصة اللي هي أعتقد رح أصدر لكم أنتو الطلاب صفحة خاصة لكم يعني فمن تجي هسا رح تلقي صفحة خاصة هذي صفحة خاصة اللي هي يعني يعني نشاطاتي بحوثي شغلات القانبية فمن أنا أريد أكتب أخلي هاي الصفحة مالتي مثلا أقول لأم تيشينج أو أخلي الرابط مالتي من يجي تغط عليه يطلع له نقوم بجامعة الأنبار أضلل جامعة الأنبار حسنا سوف نقوم بإمكان المكان الفراغ يقول لك الاسم جامعة الأنبار الذي أنت نضلله على هذا المكان تنطي control V الموقع الذي نسخته أو تنطي كليك يمين لسق أو كليك يمين باست أو شوف شون انت شون حسنتك موجودة وتنطي حسنا صارت لون أزرق هاي الرسالة من نرسلها سيطلع عنها سيطلع عنها الرسالة بلون أزرق من نضغط عليها على كلمة أمبار سيطلع عنها شوف أز 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 نكست أزرق أزرق من نضغط أزرق أمبار سيطلع رسالة رسالة المترجم للقناة عندي مسجل مجلة الأنبار العلم الزراعي لها مجلتنا نضغط عليها نفس الشي يعني مسجل هاي المجلة وطلع هاي المجلة موجودة بموقع بابلونز تمام نكمل لها الرسالة وكاتب لها كانت لي وكانت لي وكانت سيء كل جورنال اضغط هنا اضغط هنا ترجل جورنال اضغط هنا طلعت لي طلعت لي الويبسايت مع مجلات الجامعة اللي هي احنا مسويها ومراسلين عليها اذا هذا الشي نطيني انطيني انطباع على انه انا من رأس الشخص رح يكون الى مصداقية بيه يعني مو انا مراسل حي الله مو انا جاء كاتب ترسال حي الله اولا اما يرى الجامعة انا ما تدل على انه انا عندي مؤسسة ترعاني او تدعمني ثانيا ما تتبت لانت اللي نرجع عليها ان شاء الله احنا ما كتبت الى انت من رسالة الى مالتك كتبت لرسالة واكدتها بإدراجك للينك مالتك وارح على الفكرة عرفنا شون نحمل ملف عرفنا شلون نضيف هذه اللينكات وارحنا شون نفتب رسالة وارحنا شون نفتب كده تبقى شنو تبقى الثاني كمالت رسالتي اريد ارسلها شون ارسلها كمالتك لرسالة الى مالتك مالتك لرسالة الى مالتك اليوم اتفقنا انا دكتور انا واستاذ محمد ان شاء الله دكتور واستاذ محمد عيمرزو قلت لرسالة بساعة ستة او دسالة محمد قلت لرسالة بالستة المغرب لازم يجيني ايميل منك بالستة المغرب سالة محمد يعني شون يقول رايح عنده مسواق رايح عنده طالع بشغلة طالع يوم درايبة طالع معزوم فما عنده بالستة المغرب ما عنده انترنيس ستة المغرب انترنيس ما عنده فش يسوي انطي جدولة الرسالة شوف ش يقول لك يقول لك هاي الرسالة ماتتك التيد هي تنرسل تمورو رايزة تنرسل افترنون رايزة تنرسل بالمورنينج انت تختار واحدة من الخيارات ذنني واذا ما عجبتك تنطي الخيار الاخير تعيد تعيد نرجع على هذا السهم ننطي جدولة الرسالة راح ينطيني هو خيارات ثلاث خيارات عندي يعني تومورنينج افترنون يعني اليوم الصبح الظهر الباق يعني الصباح الاثنين ما عجبتني يعني شو سوي اختار الموقع اللي انا اريده مثلا اقول لي مثلا يوم عشرة ساعة اشقيت ساعة مثلا تسعة مو اي ام اي ام تمام وانطيها وانطيها جدولة وانطيها وانطيها جدولة رسالة اشتركها اختفت راضح رسالة اختفت اجدوا الرسالة مالتي محفوظة راح ترسل لي بالوقت اللي انا ربته فالستاذ محمد يرصب ليها على الستة ويروح راح يشوي بالستة عدل ترسل لي الرسالة انا تمام هذا النوبات حتى نلقى بحراج والمشرف والجهة الان يرسلهم ويروكذا واني شو سوي اجدوا لي رسالة وارسل لي ما عندي انترمية اطمعان اصافر مكان انا نجدوا الرسال مالتي كلتها زين عيني اذا نمسحها من الحجاشة بعد هذا بالنسبة لل الانبوكس وارسال الرسالة بالنسبة لل الانبوكس وارسال الرسالة زين من جتني انا رسالة وان اجدها انا لم اجدت رسالة انا ارسلت رسالة بس باعتقاد انا رسالة ارسلتها يعني شون انا نسميها يعني مو صحيحة فيها اشكال او احتاجت منها معلومة مثل انا رسلت اليوم رسالة المأموم اجدت ثاني احتاجت منها معلومة شون اطلع هذه الرسالة اروح على شي اسمه سن هذا السن شنو الاقي بي الاقي بي ما ارسلت رسائل ما ارسلت آني من الرسائل جميع الرسالة الى رسالة رسالتها آني واني ألقاها بالسن اي رسالة mie تختارها ام 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 احتاجتها رسالة سأقرحت بعدها اقدر أعرف منها نفس هذه الرسالة اللي انا امرسلها سأتظه لي اعداد رسالة ااع دون اف Week اقدر ا jokes أستطيع أن أقوم بعملها مثل أرسلت عني رسالة المؤموم يومين ثلاثة أحتاجت نفس الرسالة أرسلها أسئل من أستاذ عمر يومين ثلاثة عزلت إساء محمد أرسل رسال محمد فأبدأ أنني لا أعطي مشكلة نفس العملية عندي وعندي فورور ماذا عندي؟ عندي في فوق ألقي ألقي نقطة نجمة ما هي النجمة؟ تمييز أقدر أميزها تطلع لأول واحدة وأقدر أسوي لها شنو وأقدر أسوي لها هاي الخيارات اللي قدامكم أدخلها أطبعها أمسحها عنها أترجمها هاي الخيارات أنت شوف تسوي تسوي لها زيان عيني؟ نعم لدينا المشكلة اللي نقع بها أكثرنا وهذا يعني لازم ننتبه لها لدينا من الروح على كلمة بالإيميل المعنى نشوف دائما كلمة أكثر 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 ما هي أكثر؟ من أجل أضغط ألقي ما أفعل؟ ألقي 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 المجدولة والإيميل و ألقي 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 لدينا مشكلة بالإسمام كل ما كان الإيميل ماتك قوي يعني شونه قوي؟ المؤسسة ماتك داع مثل قوي كل ما كان يعني ما حدد يختاركه كل ما رح ستصر عندك البريد المجعج رسائلة أكثر ثم أسألنا كل ما إذن مزعج رسائلة أكثر اليوم أنا عندي مؤسسة يو أو أنبار إيميل ماتي جاني شخص من عندكم يسلي على من الجيميل أو يسلي الجيميل تقريباً مشابه يسلي من ياهو يسلي من أوتلوك يسلي من أي مؤسسة ثانية ما راح يطلع عندي بالإيميل ما راح يطلع عندي بالإيمبوكس وين يطلع عندي؟ إليكتور محمد أنا عندي والله دقائق إن شاء الله يعني بالعشرة عندي اجتماع ما للدول عمداء؟ ماشي يسلي أشعر أن تبلغوك ماشي 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 ياهو ماشي ماشي إياها الله وياك ترجع لما ترجع ماشي ماشي بسيطة بسيطة ماشي كتاب كملوحة تانية سيجي كنده إن شاء الله ماشي جاي ما مشمول ما مشمول بس بسمها أي بسمها إن شاء الله أي ماشي إن شاء الله بسمها ما أي بسمها إن شاء الله ماشي ماشي إياها كلام ماشي 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 بالإيميال الجامعي دائما يرسلوا لك والله رسلناها تفتح نينبوكس ما تلقاه أو يرسلوا لك من موقع مثلا بعض المؤسسات عندهم موقع مالهم هو إن موقع مالهم بنظام يرسل ترسل أكتروني يعني يعني مثلا يدخل مثلا تدخل مجلة أي مجلة تدخل بالنظام ماله يرسل لك من إيميال يرسل لك من الموقع نفسه عند آلية سربية من الموقع نحن نخذها مستقبلا فهذا يرسل لك هذا الإيميال من موطع خاص أو من موقع اختلف عن الموقع مالك يعتبر الإيميال بريد مزعج يعني غير مطابق لمواصفات اللي انتخالها بالنظام مالك لاك شي سوي لك سيبعد لك أين سوي الكياب سوي كياب بالسبام أو البريد المزعج ستلقى مكتوب ستلقى مكتوب هذه قدامك أو تلقاها بالعربي البريد المزعج حسنا ستلقى تضغط عليها تفتحها تعاملها معاملات في الانبوكس كأنما انبوكس تعاملها كأنما انبوكس سوف نفتح السحنة لا أعرف ما جاءنا جاءتني الكثير من الموقع لا أعرفين دعنا نأخذ وحدة ستلقى مكتوب ستلقى مكتوب كأنما انبوكس أفتحها كأنما رسالة انبوكس لا لدي مشكلة لكن ترى أفتح رسالة الانبوكس لا نطعني هذه القطعة الرصاصة أو السودة ما قال لي تلقى 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 يعني يعني عندك هذه الرسالة غير مؤسسة لك فلازم كأنما ترى نعم 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 تلقى تلقى يعني أن هذه الرسالة تلقى نعم نعم لكن من أفتح الرسالة بالانبوكس ورسالة بالانبوكس شوف ما يقول لي ما عندي هذا الشي أنت قطعة الرصاصية ما عندي إذا ما يكون اختلاف بينها وبين الانبوكس أنا بعض الرسالة أحتاجها الانبوكس برظام بنظام كودا بريد مزعج يزيل لي كل ثلاثين يوم يزيل لي الرسالة البي حتى لا يصبح حمل على إيميل هو يزيل أقدر أنها جدولة إن شاء الله نأخذه أقدر جدولة لكن يزيل هذه الرسالة ما فعلتني أضغط عليها وأنطيها كلمة كلمة وين راحت لي تقل لي هنا تقل لي تقل لي تقل لي تقل لي تقل لي هذه الرسالة التي ضللتها من الانبوكس يعني دورات أنا أحتاج هذه الرسالة ما أفعل أين أحفظها أجي أحفظها أو بنفس الوقت أقدر أن الرسالة لا تقولها أحفظها أحفظها غير ملفات لدي أشياء ملف أنا أقدر أن أشياء ملف تشوف هنا ما يقول لك يقول لك Create New Label نضغط عليها مثلا ما يسمي مثلا نسمي دراسات العليا كلمة عربي حتى نضغط عليها دراسات العليا دراسات العليا دراسات العليا نزلك هنا بالنسبة نشوفها واضح نزلك نظام هذا ما يفعل أنت شكوا إيميل يصل لك تعلق بدراستك شكوا إيميل محتاجة أنت مراسلة بينك و بين مشريف مراسلة بينك و بين شخص ما ما تفعل؟ تقدر تغيرها مثلا تجي على إيميل تضغط تضليلي وتروحش تنطي تنطي نقل Move To بابعا علينا Move To تضغط علي وين تتخلي بالدراسات العليا تضغط أدراس العليا تروح تلقى وين تضاف بالدراسات العليا واضحة؟ عيد؟ ما بها شي؟ عيد؟ عيد؟ حسنا أريد أني أنشئ ملف خاص بي بالإيميل مالتي حتى لا يمسح مستقبلاً حتى أبدأ أني ستعرف أن سيصال لك آلاف الإيميلات من تبدأ ترسل مثل يوم رسلت رسلت مؤسسة رسلت باحثة رسلت فد إيميل ثم ستأتيك إيميلات كم من الإيميلات؟ احتمال أن تشارك في Facebook أو Twitter ستأتيك إيميل فتصل لك كم من الإيميلات في الإيميل مالتك؟ بعض الإيميلات لا تستغني عنها تحتاجها مثل إيميل مهم إيميل من المشرف إيميل بفد ملف مهم فتجعله في مكان محفوظ دائماً قد دام العين فلن تسموه تحت اليد بالدوائر يوجد ملف يجعله تحت اليد كلسان محمد يارخ ملف تحت اليد أوراق تحتاجها الرأساً ما تفعله؟ تبطي تروح على مور تنزل على كرياتي نيونيفول تكتب العنوان أو الشيء اللي تريده واضح؟ تكتبه مثلاً رسائل المشرف مثلاً تبطي كريات نلشت عندك شين هو؟ نصلت عندك شيء اسمه رسائل المشرف ترجع أين ترجع مثلاً على الامبوكس أو على السبام كيفك أنت يعني الرسالة أين جايتك؟ مثلاً جايتك على الامبوكس تروح مثلاً على هذه الرسالة على أي رسالة مثلاً تروح تضللها تنطيها موف تو موف تو تحريك إلى رسائل المشرف أو دراسات العليا أو رسائل المشرف تضغط عليها تقول لك موف تو رسائل المشرف من تروح على رسائل المشرف تلاقي هذه الرسالة الماتك جاءة هنا إذن احتفظ بها أنت أي رسالة تأتيك أي إيميل مهم أو كده أو تخليها بوحد حتى من ترجعنا بعدها نسي سهولة الرجوع عليه المستقبلاً واضح الفكرة وقت عبر خمس دقائق هذا الإيميل حسب رأيك هل هذا كل شيء عن الإيميل كم واحد يقول هذا كل شيء كم واحد يقول بعد ما واحد يقول كم واحد يقول كم شيء يعني بعد بي شغلات كم واحد يقول بعد هاي خلاص هذا اللي أخذنا 0.1 من الإيميل اللي أخذنا واحد بالمية من الإيميل واحد 0.1 بالمية من الإيميل اللي نستخدمه إحنا بدراستنا وارح الفكرة إذا نحن يعني عندنا محاضرة جاء إن شاء الله تصير بروفشنال بس اللي أريد أن أبنكم أسا رح أكتب لكم إيميل يعني هذا الإيميل رح خلمتك ولا أخذكم الإيميل للإيميل رح أخذكم إيميل وأنتو ترسلوني علي اليوم نبدأ أختار الحساب اللي اللي دخلته طيب ممثلة بلوسيقى بروفشنا